شارك سعدة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في أعمال المنتدى العالمي للأغذية والزرعة لعام 2022 ممثلا عن مملكة البحرين ويقام المنتدى هذا العام بتقنية الاتصال مرئي في مدينة برلين الألمانية بعنوان الاستخدام المستدام للأراضي الأمن الغذائي يبدأ بالتربة ويتناول المنتدى عددا من المواضيع التي تعنى بالحفاظ على صحة التربة واستصلاح الأراضي إضافة إلى النظم الزراعي المعززة للأمن الغذائي وأشار سعادة الوزير إلى أن هذا المنتدى العالمي يهدف إلى زيادة الوعي العام بشأن إصلاح الأنظمة الغذائية ووضع مبادئ لدعم أهداف التنمية المستدامة وستحدد هذه المبادئ رؤية متفائلة تؤدي فيها النظم الغذائية دورا مركزيا في بناء عالم أكثر عدلا واستدامة وأكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أنه على المستوى المحلي تتبع الوزارة ممارسات تسهم في تحسين التربة الزراعية واستصلاحها وذلك من خلال التشريعات المطبقة إضافة إلى العمل على صيانة وتطوير شبكة المصارف الزراعية وتبني ممارسات الأساليب الزراعية الجيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر